في الآخر لا ما كنت في حصيلة بدأت يعني خلاص احنا قربنا ان نخلص طبعا حضرك دي طبعا كلها بتسمع لقيت الستداد إلكتروني فبتسمع كلها في حضر أخبرك في البنك فطبعا دي بيبقى لها متابعة تابعة الوحدات الحسابية ما بقاش أي حد فينا على علم بيها يعني إلا في معية الفترة متوقعين كامل سنة دي إن شاء الله يعني حضرك بنتكلم بقى كده بننتقل لجزئية تانية خالص بنتكلم بقى في الرابط بتاع المصلحة كله يعني رابط المصلحة بنتكلم في 860 مليار عاقيمة مضعفة ودخل إن شاء الله يعني عايز أقول بإذن الله ربنا وفق المصلحة ويتحقق محققته السنة اللي فاتت وزيادة إن شاء الله ده أكثر من السنة اللي فاتت طبعا حضرك زيادة ما يقرب من حوالي 184 مليار زيادة السنة اللي فاتت كان 676 السنة دي بنتكلم في 860 رغم كورونا ماشاء الله ورغم كورونا ماشاء الله نمسك الخشف نمسك الخشف ده يعني ناس الحمد لله الناس مش ممتنع الناس زي ما هو الرقم ده جاي من الناس شركات اعتبارين غيره جمارك مش كده والله حضرت ضرب الدم يعني كل أنواع الضرافة كل أنواع الضرافة ولكن احنا برضو ما نغفلش العام الماضي حضرت كان فيه بعض المبادرات أمد بيها المصلحة ودي كان في غاية الأهمية بناء على التوجهات السياسية أخبرك طبعا كان فيه قانون إناء منازعات كان عندي فيه قانون التجاوز أخبرك كان عندي بعض التعليمات اللي صادر أخبرك للناس اللي عليها مدونيات بصتنا وقصتنا وتجاوزنا هل لغيته أو تجاوزه عن حاجات؟ حضرت تجاوز عن ضريبة إضافية من قانون 173 كتير رقم أه حضرتك يعني بتكلم يعني بمقدار منة تجاوزت بمقدار منة حصلت يعني عايز أقول في قانون 174 مثلا تجاوزت عن 6.5 وحصلت 6.3 من 10 تقريبا 6.5 مليار مليار أه تجاوزت عنهم قانون إناء منازعات خبر حضرتك برضو ده بيحل كل مشاكل النزاع سواء كانت في المحكمة سواء كانت في اللجان الطعب يعني عايز أقول إن إحنا ده كله سهل واللي عليه مديونات كنا بنقصت وبنقصت بزيادة عن سنتين عايز أقول الحمد لله يا رب العالمين يعني إحنا بنحاول بقدر الإمكان نمد بثور ثقة بنا وبين السادة المولين اللي هو ده الممول هو عميل للمستخد خلينا نشوف الناس عملنا تقرير النهاردة في الشارع مع أصحاب محلات طبعا فهنا نسمع الناس قالت إيه ترجمة نانسي قنقر